مساء الخير عليكم طلاب إن شاء الله يارب تكونون بخير طبعا اليوم عندنا المحاضرة الثالثة لمادة حقوق الإنسان واللي هي حتكون استكمالة للمحاضرة الثانية اللي أخذناها وتكلمنا بها عن التطور التاريخي لحقوق الإنسان كان على شكل أو على حسب الانتاج أو وفقا للأفكار الفلسفية الحديثة أيضا تكلمنا قليلا عن حضارة ودي الرافدين وأيضا عن شريعة حامرابي طبعا اليوم محاضرتنا عن النظام الاجتماعي السائد في بلاد الرافدين كان هذا النظام مكون من عدة طبقات وكل طبقة كانت تضم عدة فئات مثلا الطبقات اللي كانت في بلاد الرافدين طبعا نتميزون عندنا عدة حضارات هسا أول حضارة هي بلاد الرافدين بعدها وادي النيل بعدها اليونانية وبعدها الأغريقية وما إلى ذلك اليوم هنتكلم عن بلاد الرافدين وبلاد النيل والحضارة الأغريقية أولا كانت من الطبقات هي طبقة الحقوقات كانت أيضا تحتوي على أدة فئات اللي هي الفئة الدينية والبيروقراطية والفئة العسكرية أما الفئة البيروقراطية كانت يقصد بها بأنه هي طريقة للتنظيم الإداري لمجموعة من الناس يعملون معا حيث تعتمد المنظمات بقطعها العام والخاص بما في ذلك الجامعات والحكومات على البيروقراطية في عملها والمعنى الحرفي أن مصطلح بيروقراطية هو حكم المكاتب أو يعني هو تعريف يصل التضوء على الطابع غير الشخصي في كثير من الأحيان إذن هذا يقصد بفئة البيروقراطية إذن دين تلات فئات كانت طبقة الحكام تحتويها أما طبقة ثانية اللي هي طبقة المحكومين أيضا كانت مقسمة إلى عدة فئات منها فئة الأحرار وكانت تتقلد الوظائف الإدارية والعسكرية والقضائية الفئة الثانية كانت يعني هاي الفئة الأولى كانت تستلم الوظائف الإدارية والعسكرية والقضائية بإذها أما الفئة الثانية اللي هي الفئة الوسطى كانت تحتوي على الطبقة العامة وكانوا أغلبهم من أصحاب الحرف الطبقة الأخيرة كانت هي أقل طبقة كانوا يمكن يعني هؤلاء يمكن التصرف اللي هم العبيد يمكن التصرف بهم دون الأخذ بنظر الاعتبار رغبتهم أو يعني إرادتهم لأنه كانوا عديمين إرادة وكانوا لا ينسبون إلى أب أو أم بل ينسبون إلى سيدهم الذي يملكهم فإذا يعني إنصاب هذا العبد يعني الضرر أو يعني التعويض رح يدفع لمالك هذا العبد وليس للعبد نفسه هذا ما يقصد به فئة الرقيق أما وضع الرقيق في عهد حامراء فقد تحسن في عهد حامراء بوضع الرقيق كثيرا يعني تحسن كان فيه نقطتين الأولى أنه أصبحت إلى ذن مالي ومستقلة عن ذن سيده أو سيده فهذه النقطة الأولى أصبح إلى حق خاص أو مال خاص النقطة الثانية أنه أصبح إلى حق التقاضي أمام القضاء كمدعي أو مدعي عليه هذه النقطة الثانية بأنه أصبح لهم حق التقاضي أمام القضاء هذا ما يخص وضع الرقيق في عهد حامراء أما النظام الاجتماعي اللي كان سائد في بلاد ودنين يعني الحضارة المصرية كانت قائمة قبل خمسة آلاف سنة قبل الميلاد أيضا كان المصريون القدماء ينظرون إلى ملوكهم نظرة تقديس بوصفهم آلكة احنا ذكرنا بالمحاضرات السابقة بأنه عندهم الملك أو الحاكم هو يطلقون عليه إله المدينة أو رب المدينة فكان يقدسون لهذه الدرجة كانت عدة وظائف للملك في بلاد النيل بأنه يعني كانت يوظاف أساسية منها أنه يضمن لشعبه إدارة حسنة وأيضا يقيم العدل والمساواة بين الناس وكان الفرعون هو مصدر السلطات وكان طاعته واجبة وسلطته مطلقة لا اعتراض عليها وهو يملك كل شيء وقادر على كل شيء في نظر المصريون القدماء أما النظام الاجتماعي اللي كان سائد في بلاد وادي النيل كان أيضا يحتوي على عدة طبقات منها الطبقة الأولى اللي كانت هي الطبقة الأرستقراطية واللي كانت تتكون من أفراد الأسرة المالكة وأسر كبار الموظفين وكبار رجال الدين أيضا كان لهم ثروات شاسعة وأراضي شاسعة وثرواتهم كانت طائلة فضلا عن تمتع أفرادها بأكبر قدر من النفوذ أما الأرستقراطية فيقصد بها أنه هي شكل من أشكال الحكم السائد في بعض المجتمعات الإنسانية يعني ما يميز الحكم الأرستقراطي وجود ثل قليلة العدد ترتكز في يدها الثروة والسلطات يعني فئة قليلة ترتكز بيدهم الثروة والسلطات وأيضا كانت تحظى بمكانة اجتماعية واقتصادية خاصة عفوا تنبثق منها سلطتهم السياسية هذا ما يقصد بالأرستقراطية أما الطبقة الثانية اللي هي الطبقة الوسطى هذه الطبقة كانت أيضا تحتوي على صغار الموظفين وأصحاب الحرف المختلفة وكانت أيضا تضم التجار هذه يعني كانت متوسطة لا هي من الطبقة الأولى ولا هي من الطبقة الأخيرة طبقة الوسطى أما الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الدنيا طبقة الفلاحين كانوا يجبرون على العمل يعني هؤلاء الفلاحين كان يجبرهم على العمل بأسلوب السخرة مثل ما صار بحفر قناة السويس يعني يخلوا عدد كبير من الفلاحين بأنه يحفرون القناة بأسلوب السخرة وأيضا قامت السدود وكانت هذه الفقرة تعاني من الفقر والاستغلال وأيضا كانوا يعملوهم معاملة قاسية فهي أدنى طبقة كانت في نظام وادي النيل أما الرق كان يوجد بنوعيه أما الخاص أو العام يعني بلاد النيل كان العبيد أيضا يوجد عدة أنواع منهم أولا عبيد الدولة اللي هو الفرعون وأيضا عبيد رجال الجيش وعبيد الكهنة وعبيد الأثرية هذه أيضا ممكن تجيكم على شكل فراغات أو تعداد كان هناك من يرى أن الفرعون يملك أراضي مصر جميعها وأن الأفراد الذين يحوزون الأرض ليس لهم سوى حق الانتفاع والاكتفاء الذاتي كان الكل يأكل على مائدة الملك وأن الملك يطعم كل سكان مصر أنظمة الحكم في بلاد النهرين ووادي النيل كانت أيضا تجهل فكرة الحقوق والحريات العامة ويعني تنظر للفرد بأنه أجبارية يخضع لسلطانها ويعني خضوعا تاما من ناحية الدينية والدنيوية هذا ما يخص بي يختص بحضارة بلاد وادي النيل أما حقوق الإنسان هي صارحة لدنا حضارة الرافدين حضارة وادي النيل وأيضا الحضارة الثاثة وهي الحضارة الأغريقية اليونانية من أنظمة الحكم التي عرفتها هذه الحضارة أو عرفتها المدن اليونانية تلاث أنظمة طبعا هذه أيضا ممكن تجيğl على شكل فراغات وممكن تجيح على شكل تعداد من هذه الأنظمة الحكم الفردي والحكم الأرستقراطي والحكم الديموقراطي اللي يقصد به الحكم الديمقراطي الديمقراطية كانت هي مصطلح يوناني الأصل يتكون من شقين يعني شق أول اللي هو ديموس اللي تعنيه في العربية شعب والشق الثاني يعني الحكم أو السلطة اللي هي كراتيا فيعني بمعنى التحكم بالمصير كان نجمع من هاي المشتقين تخرج كلمة ديمقراطية يعني سابقا أنا أقول للطلابي إذا عدنا محاضرة أجل سيكم مش عدنا محاضرة تقولولي ديمقراطية فهي عدنا يعني منش تأخذهم ديمقراطية فهي كانت متكونة من شقين اللي هي ديموس وكراتيا فتكون عدنا مصطلح اسمه ديمقراطية فالحكم الديمقراطي هو الحكم الثالث أو النوع الثالث من أنظمة الحكم اللي كان استارية في الحبارة الأغريقية اليونانية بهذا الحكم كان الشعب يتولى إدارة شؤون الدولة من خلال تشريع القوانين وأيضا من خلال تنفيذ القوانين طبعا اللي هنا تنتهي محاضرتنا ووضحت لكم أثناء الشرح الأسئلة اللي ممكن تجيكم على شكل فراغات على شكل تعريف أو على شكل تعداد وإذا عدتكم سؤال إن شاء الله يعني نتواصلوا إياكم عبر الميتنج وشكرا لكم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر